في خطوة مفاجئة أعلنت كل من أنقرة وموسكو تأجيل الاجتماع الذي كان من المقرر أن يعقد يوم أمس بين وزيري الخارجية والدفاع الروسيين سرغي لفروف وسرغي شويغو بنظيرهم التركيين مولوت شاوش أوغلو وخالوس أكار لقاء كان من المتوقع أن يتناول ضمن أبرز محاوله التطورات الأخيرة في الأزمة الليبية وزير الخارجية التركي أوضح أن الطرفين قرر تأجيل اللقاء مع مواصلة التباحث لتحقيق مزيد من التقارب في وجهات النظر حول الصراع الدائر في ليبيا لقد اتفقنا أن نلتقي في الفترة القادمة بعد أن تصبح التفاصيل أكثر وضوحا ليس هناك أي داع لجر المسألة إلى مكان آخر وهذا ليس له أي علاقة بسوريا وإدلب والحقيقة أن المواقف الروسية والتركية مختلفة حول ليبيا لكن لا يجب القول أن هناك خلاف في الأراء حول الأزمة الاجتماع الذي كان سينعقد في أنقرة قرر تعليقه إثر مكالمة هاتفية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين وحسب مصادر مطلعة فأن هذه المكالمة ربما قد زادت من تعميق الخلافات بين الرجلين بشأن ليبيا ولعل أبرز هذه الخلافات هو معارضة موسكو القوية لرغبة قوات حكومة الوثاق التي تدعمها تركيا مواصلة تقدمها شرقا نحو مدينة سرط الاستراتيجية والتي تمثل بوابة الهلال النفطي حيث أكبر الموانئ التي يمر عبرها 80% من صادرات النفط الليبي مصادر دبلوماسية ذكرت أيضا أن الجانب التركي يرفض مقترحا روسيا بأن يكون رئيس مجلس النواب عقيل صالح قائدا للبلاد خلال مرحلة ما بعد التسوية إذ أن تركيا ترغب في أن أي شخصية ستقود مستقبلا يجب أن تكون من الدائرة المقربة من حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج ومع احتدام التنافس التركي الروسي في ليبيا يتساءل البعض حول إمكانية إقدام روسيا التي تدعم خليفة حفتر بطريقة خجولة حتى الآن على الدخول بقوة أكبر في قلب النزاع المسلح ورغم أن الحضور الروسي في خارطة المعارك الليبية لن يكون جديدا بعد تأكد مشاركة طائرات روسية في دعم الجيش بقيادة حفتر من الجو وانخراط مرتزقة شركة فاغنر في جبهات القتال فإنما تخشاه قوات حكومة الوفاق ومن يدعمها في أنقرة هو أن تقرر موسكو النزول إلى الميدان الليبي بثقل أكبر على غرار ما فعلت في سوريا الأمر الذي قد يغير كثيرا من مجرى الصراع هناك